بالنسبة لآنية الذهب والفضة يحرم على المسلم أن يأكل أو أن يشرب فيهما فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذكر الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ولذلك لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يأكل في آنية الذهب والفضة سواء كانت آنية أو ملاعق أو سكاكين أو شوكات مثلا هذا كلهم محرم الأمر الثاني ما يتعلق باقتناء آنية الذهب والفضة مثلا هل يجوز اقتناؤها أم لا هذه مسألة خلافية عند أهل العلم الجمهور على منع اقتنائها يعني ما تقتنى كبقية التحف خشة الاستعمال يعني ذكر العلم بأنه خشة أن تستعمل وذكروا حديث حذيفة رضي الله عنه لما طلب من دهقان عنده أن يسقيه فأتى له بكوز من ماء فضربه به ونهاه عنه ولذلك قال العلم ما ينبغي للإنسان أن يقتني منهم من حرم ذلك ومنهم من كره ذلك المسألة الأخرى بالنسبة لمن لديه آنية ذهب أو فضة لديه آنية مطلي بها الذهب والفضة فينظر فإذا كان الطلاء حقيقي يعني ذهب وفضة فإن هذا لا يجوز أما إذا كان الطلاء صناعي هي مجرد صبق أصفر أو أبيض فهذا جائز ولله الحمد والمن يبقى السؤال